طيب عزيزة بتقول انا مطلقة من 10 سنوات وبشتغل وسني 40 سنة بدون اطفال لسه متعرف علي شخص وعندي حاليا مشكلة في الشول وقفة من الشول وبنتظر رد قانوني حلمت اني في الفندق مكان عملي كنت مسكة بين ايدي علبة حلويات بيضة صغيرة وعلبة حلويات بيضة متوسطة فوقها ومقفولة كأنها هدية وكانت وردة حمرة تحت العلبة الصغيرة ووردة وردية اللون فوق العلبة المتوسطة وكنت بشمها وفيه راجل في الاستقبالات بيشاولي يعني بوضع العلب في مكان داخل الفندق وذهبت وضعت العلب وفيه شخص لا أعرفه نده علي وقال لي خدي العلبة المتوسطة أخدتها ومشيت ونتعي الحلم هو طبعا الحلم الحلويات في المنام هو خير قادم ولكن خلي بالك أنه لا يس دائم لوجود الورد نحن قلنا الورد وحش الورد وحش هو الحلويات حلوة الحلويات كلام كويس ناس حتقول عليها كلام كويس طب فين الإفادة فين الإفادة مفيش في وردة يعني بصي آه دي حد كويس وحد على صد وينفعت يعني المكان ده ياخد البوزيشن بقى ومش عارف ايه بس مش هتحصل عليه عليه خدت بالك لأنك ركنتيهم على جنب وقال ليك روح يخديهم قصة كده بصي اللي أفسدها كله الورد الورد مش حلو خالص وبعدين حتة الاستقبالات دي انتظار حتظل تنتظر كتير بس عليك بقى بالسعي في مكان تاني ما تحدديش اتجاهك في حتة واحدة عشان حتستني كتير قوي الله أعلم